وفي سؤال بيقول السلام عليكم يا دكتور عمر أنا بابا متوفي من ثلاث شهور وكنت متعلقة بي جدا وهو كان مريض وأنا دايما حسة أني كنت مقصرة معاه مش عارفة أعمل إيه وممكن بعد إذنك تدعيله حاضر تعال نبتدي بالدعاء اللهم وإننا نسألك يا رب العالمين أن تجعل قبره منزلا للأنوار ومهبطا للأسرار وأن تجعل يا ربنا قبره مليئا بألطافك ومليئا بحنانك ومليئا بودك حتى يكون قبره قبر نعيم وسرور وسعادة وفتح وتوفيق وأن تفتح له بابا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيتلقى فيه الرحمة والخير والنور والبركة والجمال يا رب العالمين الحاجة التانية بتقول أن أنت حاسة أن أنت مقصرة معاه إذا كنت قمت باللي عليك أنت الشخص بيحصل كده حاجة كده محتاجين أن نحن نزبط قلوبنا فيه أن أنا أقوم بيعني أبقى جنبي والدي وأسعده وأعمل اللي في إيدي وأعمل اللي في طاقتي لكن يجي واحد يقول لك ما أنا لو كنت جنبه ساعة ما مات ما كانتش ماء ها إزاي يعني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تموت نفسه حتى تستوفي رزقها وأجله هو ميت بأجله مش ميت لأن أنت ما لحقتهش بكبات مية حتى لو شرب المية كان ممكن يشربه ويشرق فبلاش الطريقة دي اللي احنا بنتعامل فيها مع أحبابنا احنا مش احنا اللي بنوهب أحبابنا الحياة وجودنا مع أحبابنا مش هو اللي بيخليهم يعيشوا الله سبحانه وتعالى ناداهم فاستجابوا لنداء الله سبحانه وتعالى فذهبوا إلى حبيبهم ذهبوا إلى من هو ألطف على أبيه منك ذهبوا إلى الرحمن الرحيم اللطيف الودود الكريم المعطي فأنت ذهبوا إلى الرحيم فأنت الطريقة اللي انت بتعمليها كده وكأنك هتحسس نفسك أن انت أرحم بأبيك من الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللي انت عملتينها دي أديني بقول هالكة هو فبلاش كده بلاش تعود تلوم نفسك لأن دوت ليس من حسن الإيمان ولا من اليقين برحمة الله سبحانه وتعالى بدل ما تفزعي وتجزعي ده حسني ظنك في الله قولي ربك أنا متأقن أن أنت أرحم بأبي مني فيا رب يا من أنت أرحم الراحمين عامله بما أنت أهله عامله بالمحبة وباللطف وبالجمال وبالكرم أنت الكريم وقد نزل فقيرا بساحتك فماذا يفعل الكريم إذا نزل بساحته فقير أكرمه كرما يليق بجودك يا رب العالمين حتى تملأ قبره بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هو ده هو ده يبني إن شاء الله يبارك لك ويكرمك ويجعلك إن شاء الله في الصالحات ويجعلك أن أنت تفعلي هذا لأنه هو ذات الطريقة في المعاملة مع الله عندما نفقد عندما نودع أحبابنا عند المليك عند الكريم سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر